حجر رشيد حدث كبير جدا بس اللي هاهتم في العالم بحجر رشيد برضو واكتشافات حجر رشيد نسبة مش كبيرة بالنسبة للسيحة اللي انت عايزها تيجي مصر وعدد معين من الدول اعتقد اليابان منهم اللي هي فكرة الاصدار الدول اللي فيها علم الاجيبتولوجي البروفيسورز الناس اللي بتمبهر بعلم الاثار طبعا شامبليون لما فك حجر رشيد بعد 23 سنة ابتدى يتأسس علم الاثار في كل أنحاء العالم هو مثلا تقريبا معتقد لأننا كنت مرشد 1799 اتلاقى حجر رشيد وبعدين تسلم لانجلترا عشان اللي حصل لما فرنسا انسحبت من مصر وهزمت من انجلترا فالمهم حصل أن حجر رشيد النسخة الاصلية راحت هناك بس شامبليون قاعد يدرس فيه 23 سنة وبعد 23 سنة ده فك الرموز لأنه كان مكتوب بتلات لغات الهيروغليفية والديموتيقية والايه اليونانية الديموتيقية اللي هي القبطية وبعدين زي ما حولك قلت الكهنة بتوع بطليموس الخامس كانوا بيدوه اهداء ليه عشان هو رفع عنهم الرسوم والضرائب في المعابد والكده فابتدت بقى تتفاك الرموز لما قارن شامبليون طبعا احتفال بمرور 200 سنة على مستوى العالم اوكي هيهتم بيه ناس كتيرة بس الاساريين اللي مهتمين بعلم الاسار لازلت السياحة الشاطئية هي هي نوع كتير من السياحة مش الشاطئية بس بس الأغلبية السياحة الشاطئية بس انت حددك لو هتيجي تكلم القطاع الخاص والقطاع رجال الأعمال وشركات السياحة والفنادق مع الدولة طبعا ده حدث كبير افتتاح المتحف المصري حدث كبير الاهتمام بالحاجات دي عشان الناس تيجي يبقى عندي طيران منخفض التكاليف ينزل في مطار زي مطار سفينكس مش بتكلم عن طيران المنتظم عشان أقدر أنشط هذا النوع من السياحة الثقافية بداية من القاهرة يعني ازاي علي نسبة العشرة في المية دي هي هي هتوصلني بس احنا عندنا السياحة السياحة الثقافية سياحة مهم جدا لانه سياح ريتشي مش معنى كده أن السياح ده بس متوسط انفاقه عالي لا احنا عندنا سياح من دول أخرى متوسط انفاقهم عالي جدا ومش مهتمين أو بالسياحة الثقافية هنقول مثلا مهتمين بأنواع تانية من السياحة زي السياحة الخليجية مثلا السياحة الخليجية مثلا بتيجي انفاقها عالي لكن انفاقها عالي مش جاي لسياحة ثقافية مش جاي لسياحة ثقافية مش جاي لسياحة ممكن تبقى جزء بسيط خلاص فيه ناس جاية بقى للدايفينج زي السياحة الأوروبية من أوروبا الشرقية والغرداء والبحر الأحمر والغوص والسنوركلينج والسياحة الشاطئية والسفاري فيه سياحة الصحرة اللي هي السفاري وتفتحت دلوقتي وده كويس فطبعا الاحتفالية دي مع يوم 27 سبتمبر حاجة كبيرة حدث عالمي بس اللي هيهم أنا بقى كواحد بتاع تسويق سياحي وشغلنا إيه اللي هيخلي السايح يعمل سبوت على كده تقديم الحوافز متمثلة في التيران الشارتر زي ما بقول لحضرتك تسويق جيد للبرامج السياحية مع إعطاء مثلا بعض الرحلات صغيرة يعني أكسرا فوق الباكيج